من القناة الوطنية الأولى نحييكم مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأنباء ونبدأها بالعنب بعد كمية الأمطار الهامة ببلادنا خلال الأيام الثلاثة الماضية نسبة امتلاء السدود تفوق 54% في الشمال الغربي وتثمين لهذا المخزون لمردودية على القطاع الفلاحي خاصة الزراعة الكبرى فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة ترفع أكثر من 80 ألف مخالفة خلال ما يزيد عن 500 ألف عملية رقابة للمحلات التجارية والمواد الأساسية المدعمة أهم المحجوزات في هذه العملية وسقوط أكثر من 250 شهيدا في غضون 24 ساعة في العدوان المتواصل على غزة والمحتل يختال قائدا عسكريا بارزا جنوب لبنان والمقاومة تتوعد بالرد مرحبا بكم مجددا ساهمت التساقطات الأخيرة التي شهدتها البلاد في امتلاء السدود والبحيرات الجبلية بما يفوق 650 مليون متر مكعب تكتسي هذه الأمطار أهمية على القطاع الفلاحي بعد سنوات طويلة من الجفاف التفاصيل مع بشير عوادي وحبيب العبيد مع تواصل نزول كمية هامة من الأمطار على مناطق الشمال الغربي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عرفت تيرادات السدود والبحيرات الجبلية بولايتي باجا وجنوبة بالخصوص ارتفاعا متفاوتا خاصة بسد بنمتير بولاية جنوبة حيث يقدر المخزون الحالي بـ 28.47 متر مكعبا وهو ما يرفع المجموعة العامة بسدود الجهة إلى حوالي 189 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء تناهز الـ 54% التأثير طيب على السدود اللي بلغت 654.127 مليون متر مكب في كامل السدود ترابو جمهورية وكان قارنوها في نفس التوقيت بمقارنة من سنفارت أول مرة معنا نعمل قفزة بحوالي 10 مليون متر كب الإرادات الجملية معناها إلى حد اليوم 8 جنوب حوالي 189 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 54% وكانت معناها على سبيل الذكر مذكر في صد بوهارت ما ساجن معناها وصلنا 36% وكذلك بالبحارة الجبالية هناك إرادات معناتها في حدود 38% أرقام ناهمة من شأنها تؤثر إجاباً على الموسم الفلاحية سيما قطاع الزراعات الكبرى التي أشرفت مرحلة البذر فيه على الانتهاء في الأثناء تتواصل عمليات التسميد وما يعرف بنثر مادة الأمونيتر في مرحلة هاما دعا إثرها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بباجة إلى تثمينها من خلال توفير الكميات اللازمة إلى جانب بقية مستلزمات الإنتاج لإنجاح الموسم الفلاحي المرحلة متعلن بيت جيدة ما فيماش برشة ضياعة وما فيماش كده والفلاحة مقبلين على أعطاء مادة الأمونيتر اللي هي الموسمة اللي نسجل ونحكيم ونقول وراه ما فيماش ونقول وراه موجود الحمدولة الأمونيتر السنان متوفر فما نوعية مش لكم كل معناها بقينا نتعاون ونسو كل ونحن من ناحيتنا كمنظمة ندال الفلاحين باش يقتنوا هالمادة هذية ويعطوها في الأوقات الفنية المناسبة اللي نعرف أغلبية الفلاحة يعرفوها فمتن يقول المعهد زادة والمندوبين ما مش مقصرين معنا في أعطاء الإرشادات وكذا إن شاء الله نتعاون ونسو كل باش نجح الموسم هذا ست ومائة واربع وخمسون مليون متر مكعب هو مغزون السدود الحلي بكامل ولايات الجمهورية أرقام تجاوزت في مجملها الأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية ما يؤشر لموسم فلاحي واعد خاصة بمناطق الإنتاج تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة خلال كامل سنة 23.000 من رفع أكثر من 80 ألف مخالفة خلال أكثر من 500 ألف عملية رقابة تنوعت خلالها المحجوزات وشملت خاصة المواد الأساسية المدعمة تفاصيل أكثر في روبرتاج جاملة سولح محمد الإخلال بتراتيب الدعم من خلال استعمال مادة الفارين المدعمة لصنع الخبز الرفيع هي واحدة من المخالفات التي رسدها أعوان المراقبة الاقتصادية خلال قيامهم بزيارات ميدانية شملت بالأخص محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل قمنا برفع عدد من المخالفات متعلقة في البيع بأسعارها القانونية بإخفاء بإضاءة خاصة المادة الحليب والعرض هو بيع منتجات مجهولة المزر بما يخص مادة المدعمة عقوبات بينصورها عقوبات مالية وتنجم توصص حتى عقوبات إدارية نجمو أن نعملوا اقتراحات غلق وتتسكر المحلات المتاحة ومن سويت على المحاضر هذين الزيارة الميدانية التي أدها فريق المراقبة الاقتصادية تنظف إلى ما يفوق 560 ألف زيارة أمانتها فرق المراقبة المشتركة خلال سنة 23 ألفين وتمحورت أغلب المتوجات التي تم حجزها في المواد الأساسية المدعمة وفق مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زوهير بوزيان تتسمى بالمقارنة مع السنوات الفارطة معناها تكثفت فيها أعمال المراقبة وقد تم تسجيل حوالي 564 ألف عملية رقبة وزيارة ميدانية نتجة عنها رفع أكثر من 84 ألف مخالفة اقتصادية في عديد القطاعات وخصوصاً قطاعات الصيد البحري ومتوجات فلاحة وصيد البحري وتوجد تجارة المواد الغذائية بالجملة المحجوزات كانت بكميات كبيرة أكثر من 11 ألف طن من مشتقة حبوب المدعم حوالي 8200 طن من الخضار والغلال 12 طن من اللحومة البيضاء أكثر من 560 طن من السكر المدعم 423 ألف لتر من زيت نباتي المدعم 191 ألف لتر من الحليب ورغم تكثيف عمليات المراقبة بل لردع المخالفين فإن عمليات الاحتكار والغش ما تزالوا متواصلة وضع أرجعه بوزيان إلى نقصين في عدد أعوان المراقبة تشؤوا أن حتى الأعوان الميداريين نقوم بتسخيرهم للقيام بالعمل الميدانية لكن العدد هو ضائل وضائل للغاية والأكيد أنه لا يستطيع أن يغطي السوق وهي سوق كبير وعلى ذلك يجب أن يدعم المراقبة الاقتصادية على جميع المستويات لكن نحب أن نقضيه على المظاهر هذه تحتكار والتجاوزات يشار إلى أن جرهز المراقبة الاقتصادية يضم 800 عون مراقبة ويعاني من نقص على المستوى اللوجستي وضعف للموارد المخصصة للإدارة الجهوية للتجارة وفق ما أفاد مصدر بوزارة التجارة انطلقت اليوم عملية قبول تعوني طور الثاني لانتخابات المجالس المحلية لتنتهي غدا وقد بيانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لهذا الحدث الانتخابي ووضعت على ذمة العموم منصة رقمية تحتوي على مختلف بيانات المترشحين وبرامجهم أيمن بالحش سلم انطلق اليوم الطور الثاني من آجال تقديم الطعون في النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية على أن ينتهي يوم غد الثلاثة هذا وقد صرحت المحكمة الإدارية بمنطوق أحكام الأربع وثلاثين قضية التي تعهدت بها في نطاق الطور الأول من النزاع الانتخابي بإلغاء ثلاث قرارات لهيئة الانتخابات وتعديل النتائج الأولية للانتخابات ورفض باقي الطعون اليوم وغدوة هما آخر الأجال لتقديم الطعون كذلك المحكمة الإدارية تمنح ثلاث أيام تعيين جلس المرافعة بداية من تاريخ تلقي الطعون وحسابياً مش يكون يوم الخميس والجومعة 11 و 12 ديسمبر هي أقصى أجال لتعيين جلس المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية المحكمة الإدارية ده مدة أسبوع للتفاوض والتصريح بالحكم وبالتالي مش يكون يعني نظرياً يوم الخميس أو الجومعة 18 و 19 جافي هي أقصى أجال ممكنة للتصريح بآخر الأحكام وأكدت الهيئة العلية المستقلة للانتخابات أن انطلاق الحملة الانتخابية سيكون في اليوم المولي لإعلان النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المجالس المحلية وفي حدود 13 يوماً علماً وأن عدد المترشحين في هذا الدور بلغ 1562 مترشحاً يعني ستفرز عن 781 عضو بطبيعة في حدود 255 مجلس محلي تعرف أنتم اللي وقع مبدئياً يعني تركيز 24 مجلس محلي بطبيعة نحن نقوله حسب التقديرات الأولية وديما مربوطين بالطعون ومعنى التصريح بالحكم عن المحكمة الإدارية نقوله نحن مبدئياً آخر جانفي أو بداية فيفري ستقع معناها الدورة الثانية الانتخابات إن شاء الله وبينت هيئة الانتخابات استعدادها لهذا الحدث الانتخابي عبر برنامج ومخطط اتصالي متكامل مع وسائل الإعلام ومختلف الشركاء للتعريف بالدوائر الانتخابية والمترشحين وبرامجهم الانتخابية كما وضعت الهيئة على ذمة العمو منصة رقمية تحتوي على مختلف بيانات وبرامج المترشحين بطبيعة عنا مخطط اتصالي مع شركاءنا الأساسيين الساعة هما التلفزة الوطنية لذاعة التونسية التاب وكالة تونس إفريقيا الأنبياء ذوما شركاءنا الأساسيين بطبيعة عنا اجتماع معهم بش نعملوا المخطط الإعلامي بتاعنا بش تكون كيمة الدورة لولا يعني بش يمشيوا بش يستقبلوا المترشحين بش يسجلوا معهم بش يمشيوا للمناطق يعني هذوما الكل بش يعرفوا بالجهات بالعمادات بالدوائر الانتخابية بالمرامج بالنقاس هذوما شركنا الأساسي الأعلام الوطني بطبيعة الأعلام الخاص هو معني زادة واحتراما لمبدأ التنصف بين المترشحين وضعت الهيئة نفس الضوابط والقواعد للحملة الانتخابية وموانعها كما ستكون هناك انطلاقا من الغد حصص للتعبير المباشر أو مناظرات خاصة بالمترشحين بدور الشباب وإذاعات الواب في المناطق المعنية بالانتخابات تطالب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبات في التمويل تطالب بتسريع في إقرار قانون جديد ينقح الفصل 411 من المجلة التجارية والمعروف بقانون الشيكات حتى يتسنى لها التعامل بالشيك كوسيلة للخلاص الحيني لا للتمويل الذي عادة ما ينتهي بصاحبه في غياب الرصيد إلى التعثير عن السداد ومواجهة عقوبة سالبة للحرية روبرتاج زينال ميك تحول الشيك من وسيلة دفع حيني إلى وسيلة خلاص مؤجلة أو وسيلة تمويل سيما بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بسبب صعوبة النفاذ إلى المنظومة البنكية وصعوبة ضخط الآثار السلبية لجائحة كورونا ما دفع بالكثيرين إلى ارتكاب جريمة إصدار الشيك دون رصيد وفق توصيف الفصل 411 من المجلة التجارية صابين شيكات يعني ضمانات ومعندي فرنسور ومعندي معنى هو الكل وقعدين شيكات قعدين يتعديوا مهددين بالمحاكم مهددين بالحبس وما نشعر فين ماذا نعمل وفي ظوء دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لأعداد مشروع قانون ينصف الدائنة والمدين بصفة متساوية في قضايا الشيك دون رصيد أعدت وزارة العدل مشروعا متعلقا بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يصفه الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزق أحواس بالجيد لما يتضمنه من حلول تتمحور حول بعض النقاط منها إليت التحري والتقصي على الرصيد في منظومة إلكترونية هذا هو الشيك الإلكتروني والتقصي على المنصة الإلكترونية أنك تولي تشوف تقبله إلا ما تقبلش وإذا كان قبلت تناجم تستحفظ بالمأونة تريزيرفي المأونة هذيك وهكذا أنت تناجم تكون أضمنت الخلاص متاعك على خاطر الشيك ووسيلة الدفع هنا وهون يكن دخلوا المنظومة الإلكترونية ترفع الجريمة آليا ما عادت فم حاجة اسمها جريمة الشيك بدون رصيد على خاطر أنت تقصيت على المنصة وشوفت عنده وإلا ما تشوف عنده هذيك معطيات شخصية لا لا يشعرك بالألوان شعرك أخضر تقبل شعرك أحمر الحاجة الثانية هو مسؤولية المصرف المصرف يتحمل المسؤولية اليوم نحن المصرف يتحمل مسؤولية شيك بـ 20 دينار 20 دينار و100 فرنك يرجحوا لك تسقيف الشيكات الشيكات تكون مسقفة معناتها أنت اليوم حسب التسهيلات بتاع البنك البنك يعطيك مثلا في الروج مليون تناجم تاخد قيمة الشيكات مليون ما يفوتوش القيمة ذيك كما يتضمن مشروع القانون نقاط أخرى منها الصلح بالوساطة والتحكيم ما يساهم في ديمومة المؤسسة من جهة وأسقاط العقوبة السالبة للحرية من جهة أخرى بالإضافة إلى تسوية وضعية الملاحقين بتهمة إزدار الشيك دون رسيد وفي انتظار سدور هذا القانون يأمل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إيجاد تسهيلات في التمويل اندماج المالي أولا لزم يكون فما سهولة ومرونة في المعاملة مع البنوك وحاجة أخرى لزم البنوك يكون عندها برنامج لتمويل الاقتصاد رهو ما تنجمش تحكي على اندماج مالي وانتي ما عندكش برنامج لتمويل الاقتصاد ويعول على مزيد تيسير التعامل البنكي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسهيل نفاذها إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج المالي من جهة وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل من جهة أخرى أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية أعلن أن عدد الأميين في تونس بلغ مليونين وأن نسبة الأمية في صفوف نساء عامة تقدر بخمسة وعشرين بالمئة مؤشرات أكد الوزير أنها تستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين إلى جانب الجهود التي تبدلها الوزارة في محاربة هذه الظاهرة عفيف بو بكر والتفاصيل في تونس كسائر الدول العربية اليوم العربي لمحو الأمية احتفاء أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنه يخفي في باطنه ألما خاصة وأن عدد الأميين في تونس بلغ مليوني شخص بنسبة نهزت سبعة عشر فاصل سبعة بالمئة كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن نسبة الأمية في صفوف النساء عامة تقدر بخمسة وعشرين بالمئة وأن أكثر من ستين بالمئة من المقطعين مبكرا عن التعليم هنا من الفتيات الرفيات وهذا لن نقبل به وخمسين بالمئة منهم موجودين في الأوساط الرفي نحكي على مناطق في الشمال الغربي ونحكي على في الوسط لن نسمي المناطق ولكن نحن نعرفهم وتوجه نيلهم وصوب نيلهم كل التدخلات استقطابوا عدد أكبر من المستفيدين من برامج بحو الأمية حيث بلغ عدد المستقطبين خلال هذه السنة حوالي سبعة وعشرين ألف أي بزيتة قرابة سبعة ألاف مقارنة بالسنة الفارطة وملأمة المناهج التعليمية وتطويرها أليات اعتمدتها الوزارة في معاربة هذه الظاهرة فتحنا أكثر من مئة وعشرين مركز جديد للتعليم الكبار أو للتعلم مدى الحياة موزعة في كامل تراب الجمهوري ونطمح أنه إن شاء الله يكون عدد المستقطبين في هذه السنة يتضاعف مش مرة أو اثنين أو حتى ثلاث لأنه كل الإمكانيات أتيحت ورسفعنا في ميزانية المركز الوطن للتعليم الكبار نحن عنا دارسين وعنا تقليدي هو تعليم الكبار لا نحافظه عليه لكن دخلنا شرائح جد هم الشباب المتسربين من مدارس التعليم وعنا ذوي الاحتجاج خصية حاملية لعاقة خفيفة لأنه عدد كبير لكن هنسا هم الشباب يجب أن تعملوا حاجة في المراكز النموذجية تتلائم ومتطلباته لأنه ما تجمشي تجي شباب عمره عشرين سنة وتقولوا يجي نعمل لك أبجدوا حساب وقراءة وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية تم تأكيده على ضرورة إعداد سجل وطني للأميين يضبط بدقة النسب الأمية فضلا عن الشروع في تركيز منظومة إعلامية هي الأولى إفريقيا تهدف إلى جمع المعطيات الدقيقة بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة أحييت معتمدية تالا من ولاية القصرين الذكرى 13 اليوم الشهيد الموافق لثامن من شهر جانفي ذكرى تم خلالها تطرق إلى الوضع الاجتماعي والتنموي والاقتصادي المترد بالجهة نادي ارتبي تالا إثر 13 سنة على الثورة ما تزال على حالها ولا شيء تغير فيها إلا أن الأمل ما يزال قائما لتحقيق أهداف الثورة والاستجابة لمطالب رفعت في مثل هذا اليوم سنة 11 و2000 مطالبها تتمثلوا خاصة في بعث قطب رقمية والإزطمار في ثروات الجهة والمحاسبة وهي من المسائل التي ترى حتى في لقاء جمع بين عدد من عائلات شهداء الثورة ووفد على المجلس نواب الشعب ومسؤولية الجهة في علاقة بالجوانب التنموية لتالا ولكل الولاية أنها لم يتحقق فيها ما كان يطمح إليه الشباب تالا من مشاريع كبرى تغطي البطالة تحدثنا على قائمة الشهداء والجرحة ديما نربط المشاريع التي نسعى لإنجازها في علاقة بأهداف الثورة لأن تحقيق أهداف الثورة هو وفاة لروح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تغيير على الأقل ما أمكنه من وجهة البلاد الاقتصادي والاجتماعية وفي جميع المجالات المختلفة وتناول هذا اللقاء مقترح مشروع قانون المسؤولية المجتمعية المعروضة على مجلس نواب الشعب ودراسة مقترح مشروع قانون بعض أقطاب صناعية تثمن ثروات الجهات على غرار روخامي تالا مشاريع من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات النقاس موجودة ورغم أنها تزخر بثروات طبيعية مثل رخام أول ما ندخل من تالا نشوف الكارييرات منتع رخام اللي بالحق تبين أن البلاد هذه غنية برشة وتنجم تكون منطقة استقطاب منتع مشاريع في الجهة هذه حقيقة أنه قدومنا اليوم ككتلة برلمانية إلى جهة تالا أولا كعربون وفاء على نضال هذه المدينة الصامدة وعلى ما قدمته إذن للثورة ولتونس أيضا جئنا لتكريم إذن شهداء تالا ومن خلالهم إذن زيارة المدينة والاستماع إذن لنقاس هذه الجهة وطالبت هيئة ذكرى يوم الشهيد خلال هذا اللقاء بمراجعة قائمة شهداء وجرحى الثورة إضافة لمطالبه بتغيير اسم معه التالا وتحويله إلى معهد إقليمي للهيابة وإعادة فتح فرع جدارة أملاك الدولة الذي تم غلقه منذ أجهر رغم أهميته الرقابية والردعية للمغتدين على أملاك الدولة مطالب عهد أعضاء مجلسي واب الشعب بتصريح الضوء عليها والسعي لتحقيقها ضمن ملفاتنا العالمية وتأثيراته على أكثر من صعيد إنصاف بن موسى يوسف مع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع يواصل الكيان الغاصب جرائمه على الأراضي الفلسطينية موسعا نطاقها وجبهاتها من شمال القضاع إلى جنوبه إلى وسطه وموقعا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية فقط ما يزيد عن مائتين وخمسين شهيدا وأكثر من خمسمائة جريحة في قصف جوي ومدفعيا استهدف منازل في دير البلح ومخيمي المغازي والصيرات فيما تتواصل الاشتباكة الضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال في مدينة خانيونيس التي يزعم المهدل أنها مركز المقاومة ومعقلها الرئيسي وبذلك تتجاوز حصيلة شهداء العدوان على غزة عتبت الثلاثة والعشرين أنف شهيد حسب بيانات وزارة الصحة في غزة وبعد أربع وتسعين يوما العدوان تتحدث مصادر عسكرية تابعة للكينة الصهيوني أن الحرب دخلت مرحلة جديدة تشمل شن غارات جوية وصفت بالدقيقة والقيام بعمليات خاطفة في القطاع غزة التي يعصف بها مثلث الموت حسب توصيف المتحدث باسم وزارة الصحة وهي المجاعة والجفاف والأوبئة يبدو أن أيامها العصيبة لن تتجلى قريبا استنادا إلى تصريحات مسؤولي وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين أكدوا وجود عجز في الغذاء والدواء في قطع غزة بلغ خمسة وتسعين بالمئة وأن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي سوى خمسة بالمئة من الاحتياجات مع نزوح ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف فلسطينية وتزمنا مع هذه التطورات الميدانية تتكثف المساعد دبلوماسية على أكثر من صعيد في محاولات لتطويق آثار هذه الحرب الأقذة في التوسعي بالمنطقة ككل في هذا السياق تتنزل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين الذي وصل مساء اليوم إلى المملكة العربية السعودية قادما من الإمارات ومنها نقل عنه تمسك واشنطن بإحلال سلام إقليمي دائم يعزز إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانبه وعن سعي أوروبي إلى إيجاد مخرج سريع للمرحلة العسكرية للصراع في غزة تحدث وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني تزامنا مع تولي روما رئاسة مجموعة السبع لمدة عام تحركات دبلوماسية تعكس حالة القلق الدولي نتيجة تواصل العدوان على غزة فهل ستنجح هذه الخطوات في ثني المحتل عن مواصلة جرائمه أم أنها ستكسر أمام طغيان الكيان الصهيوني وتجبره نعى اليوم حزب الله وسام الطاويل أحد أبرز القادة الميدانيين بالحزب الذي اختلته قوات الاحتلال الصهيوني اليوم بجنوب لبنان وردا على هذا الاعتداء الغاشم نفذ الحزب سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية للمحتل وتجمعات لجنوده موقعا عديد الإصابات في صفوفهم الجنوب اللبناني بتلاله وجباله وهذابه وثرواته الطبيعية جبهة أخرى للمقاومة ضد محتل استهوته الأراضي هناك فباتت جغرافية استهدافاته تتوسع في مناطق جنوب لبنان مناطق مثقلة بتاريخ كبير من الصراع مع الكيان المحتل فالتاريخ لم يتوقف ولم يتغير بل ويتجدد فاعتداءات المحتل أمس هي اعتداءاته اليوم وتهديدته المتكررة خلفت اليوم استشهاد أحد قيادي حزب الله بضربة عبر مسيرة استهدفت سيارته بقضاء بن تجبيل في جنوب لبنان وهو ويسان طويل نائب قائد قوة الرضوان الغارة الصهيونية رحى ضحيتها أيضا مرافق القيادي في حزب الله وينتمي إلى الفرقة نفسها وهي قوة الرضوان وهي وحدة النخبة في حزب الله مهمتها المهلنة هي تسلل إلى الأراضي أراضي تمركز العدو المحتل والسيطرة عليها مزاهم للمحتل تقول أن هذه الوحدة تشاركه بقوة في الصراع بينه وبين حزب الله على الحدود اللبنانية منذ السابع من أكتوبر انتهاكات المحتل جاء الرد عليها سريعا بإعلان الحزب استهدافه لجنود ومواقع للمحتل الغاشم بالجنوب اللبنانية بالأسلحة الصاروخية محققا إصابات مباشرة بين قتيل وجريح خاصة في مزارع شبع اللبنانية فيها دعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناد لمقاومته الباسلة والشريفة كما نصت عليها بيانات عديدة وبالتوازي مع كل ذلك تجدد القصف المدفعي والجوي على عدد من البلدات اللبنانية ومنها حولة وميس الجبل وعديسة وكفر كيلة وسبق أن قتل ثلاثة أشخاص في الثالث من جانفي الجاري في قصف مدفعي للكيان السهيوني على منزل في بلدة مركبة جنوب لبنان أعلنت اليوم الرئاسة الفرنسية استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن من منصبها وستقوم بورن بتسير أعمال الوزارة حتى تعيين حكومة جديدة تأتي استقالة بورن في عقاب توترات السياسية الأخيرة بشأن تشريع الهجرة المثير للجدل الذي تدعم حكومة الرئيس إمانويل ماكرون كما تأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولاياته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف القدم وقد تولت بورن رئاسة الوزراء في ماي عام 22-2000 بعد فوز ماكرون بولاية ثانية وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 230 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريحة على مختلف محاور المواجهات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتلة ما لا يقل عن أربعة مدنيين وقصف مناطق سكنية ومواقع تجارية في غارات شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية فيما تتبدل موسكوكيا في الاتهامات بالتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين في ظل التصعيد بين البلدين أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 350 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح على مختلف محاور المواجهات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي بيانها اليومي عن مجريات الحرب ذكرت الوزارة أن المعارك والهاجمات التي شهدتها مناطقه في مقاطعة خركوف ومنطقة أخرى في مقاطعة دونتسك أوقعت 110 بين قتيل وجريح في صفوف القوات الأوكرانية علاوة على تدمير معدات عسكرية بجميع محاور المعارك وعن مجريات الحرب أيضاً قالت سلطة الأوكرانية أن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ على عدد من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم في أحدث هجوم جوي كبير لها ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وقصف مناطق سكنية ومواقع تجارية وفي الوقت الذي أعلنت فيه موسكو قصفها أهدف عسكرية صناعية في أوكرانيا من البحر والجو قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إنه تم في صباح هذا اليوم تنفيذ هجوم كبير بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وباعدة المدى على منشآت المجامع العسكري الصناعي في أوكرانيا وتشير كيف في هذا الصدد أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط ثمانية عشر من إشمالي واحد وخمسين صاروخاً كما تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الثماني التي أطلقتها موسكو في غضون هذه الأحداث أجلت السلطة الروسية نحو ثلاثمائة شخص من سكان مدينة حدودية مع أوكرانيا تتعرض منذ أيام لهجمات تشنها قوات كيف وفق ما أعلنه حاكم المنطقة الذي أفد بأنه يتم حالياً إيواء ثلاثمائة من سكان بيلغرود من تخذوا قراراً بالمغادرة مؤقتاً في مراكز إيواء في ثلاث مناطق في اليابان ووفق حصيلة رسمية بلغ ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد منذ أسبوع مائة وستين شخصاً وأكثر من ثلاثمائة وعشين مفقود يأتي ذلك في وقت واجهت فيه فرق الإنقاذ صعوبات لإيصال الإمدادات الغذائية للسكان المحاصرين بسبب سوء أحوال الجوية المزيد في هذا التقرير لمرد لبيث بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد ضحايا تجاوز عتبة المائة وستين شخصاً وأكثر من ثلاثمائة وعشرين مفقوداً فيما لا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى ناجين محتملين وتواجه صعوبات لإيصال الإمدادات الغذائية للسكان المحاصرين بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى مدون الصفر وانهيار ثلوج وهطول الأمطار خاصة في جزيرة واجمار التي تعد أكثر المدن تضروراً من الزلزال وتحتفظ بأكبر عدد من ضحاياها وكان الزلزال بقوة 7.6 درجات قد هز شبه جزيرة نوتو في الأول من هذا الشهر في مقاطعة إيشيكاوا وقد امتد على نحو 100 كم على طول بحر اليابان أتسبب في انزلقات أرضية وانهيار مبان وطرقات كما ضربت موجة تسونامي بعض المناطق السحلية وغمرت الأمواج أرصف ومنازل وطرقات وسط هذه الأجواق لرئيس الوزراء الياباني نوم من الممكن أو 500 شخص مواقة في مركز الرياضي لكنه أعلن أنه ثم تحاجة لمزيد من مراكز الإواوة ذلك بعد أن نوضح في وقت سابق أن الحكومة ستنفق أكثر من 32 مليون دولار من احتياطات الميزانية لجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي يعد الأشد فتكا في اليابان منذ عام 16 و2000 عندما لقي قرابة 300 شخص حدفهم جراء الزلزال آخر ضرب منطقة كوماماتو في جنوب غرب البلاد رياضيا الآن استأنف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم تحذيراته للمواجهة الودية المرتقبة التي ستجمعه بعد غد الأربعة بمنتخب رأس الأخضر على درب الاستعداد لنهايات كأس أمم إفريقيا الكوديفور التي ستنطلق بعد أيام فبعد تعادل السلبي في المواجهة الودية الأولى أمام المنتخب الموريتاني يسعى المنتخب التونسي لتحقيق نتيجة نجابية في وديتها الثانية للوقوف على عديد نقائص قبيل الخوض في المغامرة الإفريقية حافظت لعبة تونسية أنس جابر على مركزها السادس في تصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس وشهدت ترتيب اللاعبات العشر الأوليات سعودة الكازاخية إلينا ريباكينا إلى المركز الثالث على حساب الأمريكية كوكوغوف التي تراجعت إلى المركز الرابع أعلنت اليوم وكالة الأنباء الألمانية وفاة فرانس باكنباور أحد أساطير كرة القدم الألمانية عن عمر نهزى 78 عاما وقد عرف الفقيد في مسيرة رياضية بفوزي بكاس العالم مع ألمانيا لعبا في سنة 74 وتسعمائة وألف ومدربا في سنة تسعين وتسعمائة وألف عن عمر نهزى 78 عاما وكان باكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن مونيخ الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتلية وكان يحمل لقب القيصر بهذا الخبر نصل مشاهدين إلى ختم نشرتنا ونذكركم بعنوينها بعد كميات الأمطار الهامة ببلادنا خلال الأيام الثلاثة الماضية نسبة امتلاء السدود تفوق 54% في الشمال الغربي وتثمين لهذا المخزون لمردودية على القطاع الفلاحي خاصة الزراعات الكبرى فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة ترفع أكثر من ثمانين ألف مخالفة خلال ما يزيد عن خمسمائة ألف عملية رقبة للمحلات التجارية والمواد الأساسية المدعمة أهم المحجوزات في هذه العملية وسقوط أكثر من مائتين وخمسين شهيدا في غضون 24 ساعة في العدوان المتوصل على غزة والمحتال يختال قائدا عسكريا بارزا جنوب لبنان والمقاومة تتوعد بالرد ويمكنكم متابعة نشرتنا على مواقع تواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة نشكر متابعتكم ودمتم في رعاية الله وحبه